أعوذ بالله من الشيطان الرتيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم في بعض الأمان كان يحفظ على أنه ما يبتدي بشيء هذا كان يلزسه في محاضرات الشروسة كان يزيله حتى لا يزد الأنظار ويكون سهلا بمعاملته وتعاملته مع الناس فلنبغي أن نحن نقدر أيضاً مع اللباسة لنفسه هل مناسب لتأثير على الناس أو غيره مناسب هذه مثلاً تحتاج إلى تأمر وغضر ويقدر فيها الإنسان المصرحة وأن نعلم أن الإنسان الحقيقي هو الإنسان الغلوب بما عبد الله عز وجل وأما اللباس أمر عالي ما دام أنه لا يقع في محاضر ولا يقع في محاضر ولا يقع في ما يقع الله عز وجل فلا يقع في السحر فلنبغي أنه لا يقع في محاضر وأنه لا يقع في الناس وقع في ما يبدأ وأنه لا يقع في محاضر وأنه لا يقع في محاضر لا تتقريبا أن تتقريبا لكي تقريبا لكي تظهر منه كما ترى أيما أنه يُرحل بما تتقال لأسفل ما يُرحل ما يُرحل أحياني صلى الله عليه وسلم سمعت أن الشيخ بثني وقال أنه يذهب لأسفل لأنه يجبه أنه يجبه إنه يجبه وأنه يجبه مقالد بما يسأل ولكنه يجب أن يكون هناك أكثر من الناساتe وكأنه يكون لا يستعرق ممتاز فيها وأنه يستعرقوا بشكل جيد وأني يكونوا أكثر من الناس وهذا هو أنه يكون مدينة إلى الناس ويكون لديك حقل مع الناس والمناس نظام لهم نظامنا نظامنا والنظام أنه يستطيع أن يكون للمتابعة ومانا ما يكون فيه فلنسى أن نظيفينناً، ويحتاج إلى بمعلومات فرم و مؤسسة. لكن هذا وهذا أ pelتهم شيئاً، الذي أريد إذاً هو حصلًا تشير البقاء. سأرى، نحتاج إلى ذلك أحد المضافية للمشاهدة إضافية منافية أخرى في ألف عباده؟ أريد أعطى أن أعطى سؤال شيئاً على كل شيئاً قال بك، أن أعطى الأفضل على كل شيئاً، بل считضاء جميع أننا بأعطى بعض الأفضل من أجل التي تنبعين نفسها رسّكّل. رسّكّل وعشرّة تعلم الم VERّ هذا مشكلة لنا بعضنا مسارياً وش عد، بعضنا مهماً أولاً عصاب ، هل تطبيقه? ويف نحن تحوظات تعلم المهامات؟ علم أول لا يعتبر الإفرس علم يجب أن يعتبر أنه لا علم إلا قول اللهها وكقول رسولك هذا لا يعلم أن لا نتفح و لا نستفيد مما دفعوا العلماء المتقدمون يعني بعض الناس يقول نأخذ من المتاب السنة ونعمل فقه العلماء وما دفعوا وما كذبوا هذا غير لأنه لا بد أن نعلم أن العلم يحتاج به الانسان إلى أن يستبيث مما توصر إليه سادقه ومن تقدم من العلماء فإجلال العلماء هو من إجلال الله عز وجل إجلال العلماء هو من إجلال لأنه لا تجد لغة ذاته وشخصه فهو عمسى الانسان للأس لكن لا يميزه هو من ما في صدره من العلم الله والعلم بما قاله بما قال رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان التقديم راجع إلى الكتاب السنة أفضل الأحالة التي اجتمع عليها ما هو التي تأتي والأحل واحدة الشف is asking you a question what is the best action that you can come upon best for the Muslims? raise your hand if you think you know the answer one person your brother at the back the answer الصلاة الصلاة من هو الذي يقدم الصلاة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن القوم أقرأهم لكتاب الله فإنهار في القراءة سوا فأعلمهم بالسلح النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم the one who is to lead the prayer who has memorized most who has most knowledge about the Qur'an and if they are the same in that then they're most knowledgeable of the sun معنى هذا أنه التقديم هنا لماذا قدمنا هذا هو مثل الله له عينان ونسان ويدان وسائل العظام كسائل أعلى الناس من الذي ميزه هو من في صدره إذن لما نقول تعظي احترام العلماء فنحن لا نقصد احترام الصورة فقط إنما احترام ما يحمل هذا هؤلاء في صدوره فلذلك ينبغي أن إجلال العلماء هو من إجلال ما يحملون هو من إجلال ما في قلوبهم من تعريفة الله عز وجل والعبد والدعوة إليه والعبد الشيخ mentioned that when you think about who's going to lead the prayer one person to the next will have the same hands, bodies, tongues and so on and so forth but what is the distinguishing matter between them two is what that person carries in their heart and that is knowledge of the Quran and knowledge of the Sunn so when respecting the scholars and respecting the deeper knowledge it is not the person himself it is rather that what they are carrying and this respecting what they carry and what Allah subhanahu wa ta'ala is giving them at the same time is respecting and venerating Allah subhanahu wa ta'ala at the same time وإن هذا أوثب عرا الإيمان الخبر في الله والبغم في الله الخبر في الله ما سببه سببه الله عز الله والعمل بشرعه فإذا كان الخبر بالله ناشح عن العمل فالعلم الذي هو قائد العمل سببه من أسلاح الحبر وهذا لا يعني القروع فالقروع لا يقول لا يعني الغلول كل هذا لا تأتي بالشريعة إنما المقصول أن الاهترام والتقدير ومعرفة الناس فنازلان The shaykh he mentioned finally that from the strongest of bonds is to love for the sake of Allah and to hate for the sake of Allah and in rumbling yourself in front of a scholar for example doesn't go against truly humbling and yielding that is only for Allah but you doing this in front of the scholar for Allah has given to him is what is expected of him Jazakallah wa ta'ala may Allah reward you and preserve you for the insights that you have given to us in what it means to study with and may Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon Shif al-Buthaymin and also we ask Allah subhanahu wa ta'ala to preserve you share and to preserve your family and to keep you blessed Jazakallah wa khaira as-salamu alaykum wa ta'ala wa s-salamu alaykum wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa sh into- kab啦 wa ta'ala wa ta'ala والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم